مناقشة هذا الموضوع يحضر معي في البلاتو السيد خميسي الشيخة وهو خبير اقتصادي أهلا بك سيدي كما يحضر معنا السيد بن خمو وهو خبير طاقوي أهلا بك سيد بن خمو وأبدأ معك سيد بن خمو ربما أنت كنت تريد هامش لتوضيح أسباب ربما ارتفاع أو تقدم هذه الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على دول العالم الثالث صحة دورك كان سعر البترول هذا كان يخرج من الأخر من الوفر إلى دماند نتعال البترول كونفنسيوني البترول نتعالنا نتعى سعودية تعالفينيزيولا كثيرا ماريكان كان تستهلك كثير كثير من البترول ومن اللي بدأت تحضم البترول السخري هذا البترول السخري ولت ماريكان ما تشريش البترول على السوق العالمي وهذا هو السبب التمال الحقيق للأخر للسيارة هذا اللي حبط بزاف اللي نقص كثير دورك اجتماع هذا اجتماع هذا يجوا يتفهموا باش كان الكونكيرنس ما بين الإيران والسعودية وكان بلدان أخرين وكل شيء يشوفوا هنا في الجزائر كيفاش يتفهموا باش يبلوكيوا الكونكيرنسي باش ما يزيدوش فيها تجميد الانتر تجميد تجميد بصح تجميد هذا واش يجيب يجيب سعر يطلع ال 48-50 دولار غير كافي غير كافي غير كافي الاقتصاد نتعى الفينيزيولا غير كافي الاقتصاد نتعى الجزائر نحن تحت 70-80 دولار ما نقدروش نمشي الاقتصاد كما زمن هذا هو أنتقل إلى السيد شيحا الجزائر إذن تحتضن اجتماع مهم لدول المصادرة للنفط وهي المعروفة ربما بدبلوماسيتها وتعاملها مع مختلف الملفات سواء سياسية أو الاقتصادية على صحة الدولية توقعاتكم الأولية بخصوص هذا الاجتماع هل أنتم متفائلون؟ أولا قبل الإجاب على هذا السؤال أرجع إلى السؤال الذي يطرحها للآخ يمكنك توضيح أيضا يتوضيح نعم أولا أسباب انهيار أسعال بيتورو ترجع إلى عدة عوامل العامل الأول يتمثل في الفائض العرض والذي مصدره الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق المخزونة تنتحل بلغة 508 مليون باريل وكذلك بقاء دول الأوباب تغضي في العرض لأن دول الأوباب وصلت إلى حد أقصى في الإنتاج يعني ماكسي بروديكشون هناك فائض يعني هذا عام الوحد العام الثاني كان هناك تباطع في الاقتصاد العالمي وهذا ما أدى بالدول الأسيوية لعرفة انخفاض في الطالب يعني الدول الناشئة كالصين وكالبريزيل وكالهند الثلاثة هي قيمة الدولار لأن الزيادة والله تعزيز قيمة الدولار هي رايحة تجعل البترول أكثر غلاء وخاصة بالنسبة للمستثمرين ليستحوضوا على عملات غير الدولار يعني يتمونوا بعملات أخرى عندما يكون الدولار مرتفع له أنا الطالب على البترول ينخفض وبالتالي يكون هناك انخفاض في الأسعار وهناك عامل آخر لمن نسواش هو السوق الموازي لأن إذا خذينا في العراق ونخذه في ليبيا يعني هناك الجماعات المصلحة هذه السؤال لطايا إسلاميك أو داعش رغم يسوقه في البترول وكذلك إيران ثاني جوبونس عندها يعني فتسفيق البترول في السوق الموازي والآن نرجع إلى السؤال اللي طرحت لي هو التفاعل أم عدم التفاعل؟ لأن أولا إذا بدينا في الدبلوماسية تكلمنا على الدبلوماسية فهذا عبارة عن جانب سياسي ولكن أنا حذاري 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 من الخرق لأن إذا دخلنا السياسة في هذا الاجتماع سوف يعني يكون أني الشكل تطال لأن السياسة بعد تخلق بعض الخلافات ومن بعد نعود أن ندخلوا في المشاكل الإيرانية السعودية المشاكل التالي للاريوسي مع السعودية المشاكل التالي كانت توطرات قليلة بين أمريكا والسعودية بفضل رفع الحظر عن إيران بالحديث عن أمريكا واللعبين الدوليين في الصحة الاقتصادية والسياسية أنتقل إلى السيد بن خامو وزير الطاقة ربما كان قام بزيارات ماراتونية إلى موسكو إلى قطر إلى ربما إيران وتحدث ربما اليوم عن حل توافقي هذا الحل التوافقي هل هو ممكن في هذا الاجتماع بالنظر ربما خاصة إلى أو في ظل المواقف المتصلبة لكل من طهران وكثلك المبلكة؟ لا في القول أنت هو قال لي هذا الاجتماع هذا ينجم يطلع بالسعر تالبيترو حتى الـ 50 دولار حاجة قليلة حاجة قليلة نجمون قولوا تطلع حتى الـ 50 دولار هكذا 50 أو 55 قليل للسيستم تحتنا الاقتصاد تحتنا قليل لا نلحقوش لليل ريزارف تحتنا فينانسيا راهم يروحوا بالبزاف هكذا ودوك على عامين هكذا ولا يكملوا هكذا على عامين نحصلهم ليه لكن هل فيه إمكانية توصل إلى حل في هذا الاجتماع في ظل تصلب المواقف؟ دوك هنا يا دوك لخدمة لدرها الوزير شاف قاعد لبارتي شافهم باش يتفاهموا على تلطيف الأجواء ايوه يبلوكيوا لخل الكونكورانسة دي كما بين السعودية والإيران ينجم يكون هذا شيء نجمون لحبوا لهذا النتيجة هذه ولكن كنا نحبوها لما نتيجة هذه السعر تلطيف البيترول يبقى مبروكي على نواحي 50 دولار والنواحي 50 دولار ما وش حل هذا هو أعود إلى سيد شيحة ربما سيد شيحة بالحديث دائما عن مواقف السعودية وإيران السعودية تقول أنها هي مستعدة لخفض الانتاج في حال أو بشرط أن إيران أيضا تجمد انتاجها ما مدى ربما جدية الجانب السعودي في توصل إلى حل السعودية لخفض الانتاج إلى 500 ألف برميل يوميا ولكن إيران خرجت من العقوبات يعني كل إنتاجتها قبل العقوبات 2.7 مليون باريليوميا والآن راح يوصل إلى 3.8 مليون باريليوميا وعندها يعني لتقول بللي إيران تريد الوصول إلى 5 مليار برميل يوميا في حدود 2021 وبالتالي في القضية هذه في القضية التالي الاجتماع هذا راح ننسينا يعني عملاق عملاق الطاقة وهو الولايات المتحدة الأمريكية لأنه عملاق أولا في الإنتاج لأنه من بين الثلاث دول الأوائل في الإنتاج الطاقة عملاق في الاستيراد هو الأول المسترد عملاق في الاحتياط لأنه عنده 264 مليار برميل كاحتياط وعنده تقريب 4500 فراج يعني بئر لي مزال ما يستغلوهاش وما بدأت في الإنتاج مهما يكون القرار يعني القرار اللي راح يخرج من دول الكارتل يعني لابد أن أخذ بها الاعتبار الإنتاج السعودي مهما في حكم إذا قمنا بتجميد الإنتاج ثلث الإنتاج من السعودية لهذه المنظمة المنظمة هنا ثلث إنتاج المنظمة السعودية التي تنتجها الكارتل عنده 33 مليون باريجور الإنتاج للطالب العالمي هو تقريب 96 مليون باريجور ثلث السعودية عندها تقريب 11 مليون أو 12 مليون كإنتاج يعني هي الطوب بروديكتور ومبعدها تجي إيران ثلث المشكلة لا يبقى في السعودية ولا يبقى في إيران المشكلة هو في أمريك أمريكا إذا كان الولايات المتحدة قررت تخفض الإنتاج ويكون هناك انتعاش فالطالب العالمي أحنا بنتظر يكون تعافي في الأسعار لكن إذا كان الأمريكا مازالت تحافظ على الإنتاج والمخزونة التوحى مازالت مستمرة في الارتفاع ففي الحالة هذه الآطر يكون محدود الآطر القارارات التي ستخرج بهم لدول الكارتل يكون محدود جداً إذن سيد الشيحة طرح إشكالية مهمة وهو أن المشكلة ليس في دول العضاة في منظمة الأوبيك وإنما في دول غير العضوة هل يمكن لمنظمة الأوبيك أن تفرض قراراتها على دول غير العضوة؟ لا 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 يقدرون شوفي أمريكا كانت بكري كانت عندها أناقور مع سعودية سعودية بلاد المبادئ الاجتماعية وكل شيء لم يكن مع أمريكاً 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 لا تستطيع سكر وكل شيء أمريكاً لماذا قبلوا هذا وكانوا معهم على جال الأخر الأمر لأننا أمريكاً ترجمة نانسي قنقر ونفو البروديكشن الإيران لكي تفهموا الإيران يجب أن نقول البروديكشن بكري وقبل لأنعاش الإقتصاد الإيراني وسعودين طيلك السنوات الفارضة هذا معروف أعود إلى سيد الشيحة ربما رئيس المنظمة هو نفسه قال أن الاجتماع غير رسمي وفيما يقول وزير الطاقة أن الاجتماع ممكن أن يتحول إلى رسمي وتتمخذ عنه قرارات ربما فاعلة وملزمة هل هذا الاجتماع ممكن أن يتحول فعلا إلى اجتماع رسمي؟ الوزير قال يمكن أن يتحول الاجتماع غير رسمي إلى رسمي تمخذت عنه قرارات؟ إذا تمخذت عنه قرارات وما قدروا يجسدها هو اجتماع وليس اجتماع أن نخذ فيه القرارات ربما هناك اجتماع فيينا الذي سيكون رسمي في نوفمبر في نوفمبر المنزل ولكن حسب اللي هنا أنا فهمتك توجه الوبيب اللي هنا فقدت الوظائف انتحها فقدت يعني ما بقاش عند الوظائف اللي كانت تلعبها من قبله يعني مع الصعود أمريكا الوبيب هنا ما بقاش تلعب دور فعال ما قريب يعني بالإنتاج الانتحة رح يمثل تقريبا 34 و 35% من الإنتاج العالمي وبالتالي القرارات في الحالة هذه أنا أقول بلي القرارات ليس بقرارات تقنية فهي قرارات استراتيجية وقرارات سياسية والبترول يستعمل لإغراض سياسية جيو استراتيجية وليس لإغراض اقتصادية سيد منخمو هل توافق والرأي في هذه هذه نعم كامل كامل و نجم نقول بلي دورك السعوديين والإيرانيين وكل شيء ما عندهمش لزو بجكتيف الجزائر والفنزويلا ذلك الوبيك هذه اللي اندارت وقت تمال بولدان المريكان والأوروب وقد كانوا هما اللي عندهم تمال يشدوا لريزارف انتعنا الوبيك كانت عندها معنا ودرت خدمة كبيرة بصح دورك الوبيك كما راهي دورك ما عندها احتمع من يتحكم في السوق النفطية اليوم الريغولاتوري يعني المنظم تع السوق هو الولايات المتحدة الأمريكية في ظنية في اعتقادية فهم لي أن السعودية عليش فقدت التوزن اتحا أولا عجز ميزاني 20 مليار دولار هذه وحدة الثانين عندها مشاكل اقتصادية داخلية وهذا من خلال تدخل الانتحا في عدة جبهات يعني الدخلت في اليمن الدخلت في العراق الدخلت في سوريا دونك هذا يعني ينجم عنه نفقات كبيرة تطورتها سياسيا تطورتها سياسيا إذا كدخلنا في سياسيا نفقد كل شيء أعود إلى السيد بن خمو مرة أخرى بروز الغاز الصخري كبديل الطاقوي عن البترول هل يعتبر من بين الأسباب المباشرة لنقص الطلب على هذه المادة الأساسية البترول بروز الغاز الصخري كطاقة بديلة عن البترول هل يمكن يعتبر من بين الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة أسباب المباشرة لا شيء كبير لا شيء كبير لا شيء كبير وبلدنا نحب تكتشف الغاز الصخري أنا قلتها في أمضي لهم كان تكتشف الغاز الصخري هذا الغاز سياسي يرمل السعر الفلور تتلقص بالنص البروبلم تعله البترول والغاز من الفوق هذا هو البترول الصخري والغاز صخري وليزينجير يرنوفلاب وليزينجير يرنوفلاب وليزينجير يرنوفلاب نستوك بال نستوك بال نستوك بالنسبة لدينا صحراء نتجو بزاف لتري سيتي منها وكل شيء ولكن نستوك بالنسبة لتري سيتي من البلاد ونستوك بالنسبة لأوروبا لذلك لا تستوك بالنسبة لغاز الصخري والبترول الصخري ربما أعود إليك سيد شيحا في سؤال أخير في حال لم يتم التوصل إلى تفاق خلال هذا الاجتماع ربما الاستراتيجية التي من المفترض أن تتبنها الحكومة للخروج من الاقتصاد الرئيلي الاستراتيجية واضحة المعالم أولا ما قريد جاءت أوروتارا يعني رأنا تأخرنا يعني كنا قادرين نستغلوا البحبوحة المالية اللي كانت عندنا في تنويع اقتصادي يجب أن يقول في التنويع الاقتصادي يتمثل في الزراعة بدرجة أولى في السياحة درجة ثانين وفي الصناعة بدرجة ثلاثة يعني في غياب تنويع اقتصادي ما عندنا حتى استراتيجية وما صارتنا يكون اللجوء إلى المدينية الخارجية نفس السؤال أطرحه عليك سيد من خمود فضل عندنا 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 زوج قرون نتعلى لكافسيتات درجة ثالصحراء الصحراء طرب في القطاع هذا تاقا تاقا دعنا في حاسم سعود ودعنا في حاسيرمل ودعنا في زندروه هدوك دعنا ديز إكسپريانس نتعلى الاجرiculture تاقا عندنا درندمان تاق الأهبال شوياما كاين الماء ، نصنع المدينة في مدينة الاجرiculture المدينة عندنا درندمان هائلين دعنا ثلاثة تردها وعندنا دو سيكل ديز إرغا sindى الصحراء ونبحث عن مصادر ضرورة بدينا نحب نحب المطقة السؤال اللذات بالغاستخري ونحن عندنا نرانت موجودة الماء وطراب نستطيع منها القطع الفلاحي شوفي عنا 30 مليار دولار لإمبورتات الماكلة بين الحليب للقمح لكل شيء عنا 30 مليار 30 مليار دولار في العام هذو 30 مليار دولار خلاص ما نزيدوش كالآخر ونزيدو نكسبورت هذا هو نوفال رانت نتعنا بالصح يخص تسير شكرا جزيلا لك الخبير الطاقوي بن خمو كما أشكر السيد خميسي شيحة الخبير الاقتصادي على كل هذه التوضيحات التي قدمتموها مشاهدين نبقى دائما